من هناك في شرق مدينة نابلس ينضم إلينا مرسل الغد خالد بيدير خالد في البداية الصباح الخيط ضعنا في تفاصيل هذه الدعوة وهذه الفعالية مدى عن الأقبال والمشاركة كيف تبدو الأجواء لديك؟ نعم بالفعل نحن الآن إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وتحديدا في قرية بيت دجن وهي تقع إلى المنطقة الفاصلة ما بين مدينة نابلس ومناطق الأغوار الوسطى في فلسطين إلى القرب من حاجز الحمرة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفعاليات شعبية ووطنية دعت إلى أوسع مشاركة هذا اليوم في فعالية لزراعة الأراضي المهدبة بالمصادرة وكذلك أيضا أداء صلاة الجمعة اليوم لكن المشهد أمام ما يحدث هو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي باشر بحشد حشودات عسكرية كبيرة إلى الموقع أغلق الطريق الواصل إلى البؤرة الاستيطانية لمنع تقدم الفلسطينيين بالسواتر الترابية تواجد لجرافة عسكرية وعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين ينتشرون على مساحات واسعة في هذه المنطقة إلى الشرق من مدينة نابلس هذه العدة تأتي لقمع الفلسطينيين ولمنع وصولهم إلى المنطقة التي بدأ مستوطنون خلال أسبوعين بعملية وضع كارفانات ونقل بعض من المواشي إلى هذه المنطقة الجبلية التي تقع إلى الخلف من هذه السلسلة نحو كيلو متر قبل نحو شهر على الأقل باشرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشق طريق بطول 30 كيلو متر تربط هذه البؤرة الاستيطانية بحاجز الحمراء بمعنى أن الامتداد الشرقي لمدينة نابلس والذي يصل إلى مناطق الأغوار الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي يهدد بمصادرته وذلك يعني بلغة الأرقام نحو 25 إلى 30 ألف دنم من أراضي الفلسطينيين تهددها هذه البؤرة الاستيطانية من خلال شق الطرق من خلال إقامة البؤرة التي يمكن أن تتوسع كما حدث في مسيرة كل المستوطنات الإسرائيلية كانت بؤر كارفانات تحولت وتوسعت إلى مستوطنات وبعد ذلك سيطرت على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين خصوصية أيضا الفعلية تأتي أنها في موسم الزيتون ولربما ذلك يدلل على اعتداءات المستوطنين في عدد من المناطق الفلسطينية بمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم بمنع قطف ثمار الزيتون وسرقت المحصول في بعض الأحيان إضافة إلى الاعتداء برشق الحجارة وإحراق أشجار الزيتون المسيرة ستنطلق خلال ساعة من الآن من عمق القرية ستصل إلى الموقع هنا حيث السواتر الترابية والحشودات الإسرائيلية كما نشاهدها في الصورة جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملية الانتشار في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وبالتأكيد هناك توقعات بأن تكون لربما ساحة من المواجهات هدوء حذر في هذه الدقائق لكن الساعات القادمة لربما ستكون حبلة بما سيقوله الفلسطينيون هنا على أرض الواقع في مواجهة هذا التغول الاستيطاني إلى الشرق من مدينة نابلس ومناطق الأوار بكل تأكيد سنتابع معك حالة جدة جديدة شكرا جزيلا خالد بدير من شرق مدينة نابلس ترجمة نانسي قنقر